معنى سائر الدراجي من العراق وهو احد غلاة الاثنى عشرين سائر ازايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام طيبنا اخي استقبالك لي لم يعجبني حقيقة صفاني باحد الغلاة فإن الغلاة العونين على لسان أمتنا سلام الله عليهم اللي انا ما عرفش بقى المعلومة بتاع النم العونين دي ده من عندك انت انما انا بقولك احد الغلاة لانا كنت كفرت امي تفضل من هي امك تفضل عائشة عائشة تفضل في عندك شيء جديد اليوم هل عندك شيء جديد اليوم نعم نعم عندي سؤالة السؤال اول لفضيلة الشيخ الزيدي او الذي ادعي انه زيدي الذي جارس الى جند محمد الصابر السؤال اول قال فضيلة الشيخ بان ترتيب الصور حسب ما انزله الله سبحانه وتعالى وانه غير مختلف بين المسلمين ولكن اقول له ان ابنة يمية في مجموعة الفتاوي في رقم الفتوى في رقم الفتوى 353 قال والقرآن في زمانه لم يكتب ولا كان ترتيب الصور على هذا الوجه امرا واجبا مامورا به من عند الله بل الامر مطوض في ذلك الاختيارة المسلمين ولهذا كان لجماعة من الصحابة لكل منهما اصطلاح بتكتيب صور غير اصطلاح الآخر السؤال الآخر لفضيلة الشيخ الوصابي بأنه قلت له ووحدني بأن يذكر مصدر بأن رسول الله قد طلقت سيلة بنت فيس ولم يعطي المصدر إلى الآن وأنا أقول للأخ الزيدي أنا أقول للأخ الزيدي إن كنت تدعي الانتمار عليهم نبي طالب والحصن والحسين كيف تجلس إلى جنب أحفاظ قتلة الحسين عليه السلام وقتلة زيد الشهيد والسلام عليكم لا خليك معنا خليك معنا يا سيد لا تطلق خليك معنا خليك معنا أنت زي سمعت الشيخ محمد ولا يعني السني بتمثل علينا هو درائي سائر يعني أنك أنت أي سني وهنا جابيناك يعني السنية هي ميراث المسلمين جدا وأنا سني باعتبار أن أعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتز بأن خلفية وفكري ونشأتي زيدية والزيدية لا تختلف أبدا عن الفكر المتنور المعتمد على الكتاب والسنة أنت من كبار علماء الزيدية أنا من الزيدية نعم خلاص يا سائر حتى بس ما تكذبش عن راجل يعني الشيء الثهني يسأل علي الكوراني أنا أنصح ثائر الدراجي أن تسأل شيخك علي الكوراني الذي استضاف الشيخ محمد سالم عزان في بيته وكان يقدمه عند المرجعيات ويقول لهم هذا العلامة الزيدي اسأل علي الكوراني الذي يعرف محمد عزان أحسن منك نعم 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 كان عبيد الله ابن عباد قابل شريمان علي عليه السلام وضع نفسه بجريهامات لمحاوية طيب طيب جميل طيب لحظة أجيب أجيبها السؤالي وذكر شيء مهم قلبي اعتنفك يا رجل ذكر شيء مهم وهو أن لماذا قال تجلس مع أحفاد قدلت الحسين طيب لو فرضنا أنهم أجدادهم قتل الحسين فماذا بهم هم هذا حتى بالمنطقة الشرعي والعقلي والإنساني فهذه المبالغات هذه المبالغات هي التي تمزق شمل المسلمين يا أخي إن كان أجدادنا قد اختلفوا فقد قدموا إلى أعمالهم يعني سواء كانت الرواية صحية أو غير صحيحة لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر لا تزر وزيرتهم وزر أخرى لماذا نستحضر الماضي إلى الحاضر مادم هذا يقول لك أنا أم بكتاب الله بسنة الرسول لا أنا أحب أهل البيت أنا أقدر أهل البيت أنا أحب الحسين ماذا تريد أكثر من هذا أن يبعث الحسين الجديد ثم يذادي قاتل معه دخل لي أجيب يا سائر يلا قول أقول أقول لك أقول لك الحسين عليه السلام قبل أيام حذر هناك انفجار واسح في البصر وخذر ستين من زوار الإمام الحسين والذي قتلوه وبارك لهم هؤلاء الذين يجلسون أمامك إلا ماذا تقول الذين يعني يرتكبون جريمة القتل من أي سرق نعم بقتل الشرحة في العراق كائنا من كان من يرتكب جريمة القتل فهو مجرم لكن لا يصح أن ننسب القتل إلى طائفة أو إلى جماعة أو إلى مذهب هذا لا يجوز لأن هذا هي كلها من وساوس الشيطان التي يعني تؤدي إلى تفرق الناس وتشتتهم من قتل فهو مجرم من فجر فهو مجرم لكن ما ذنب طائفته إذا كنتم مثلا آمن الزايدية وذهب أحد الزايدية يرتكب بعض المنكرات فما شأني أنا ماذا بأنا هذه الأشياء طيب سائر يا سائر لا استنى سائر لا سائر يا سائر اسمع بس كلامي الشيخ محمد سالم معزان قال لك أني ليه بتحمله دول وزر دول أنت ما جاوبتش عليه أنت خرجت مع القتل فيه مش عارف زوار الإمام الحسين وغير ذلك من التفهات وقد قتلتكم إيران وأنت تعلم هذا لما بتقول دراهم معدودة يعني هما لما استضيف الشيخ في إيران كانوا أكيد هيرشوه يعني كما رشوك ورشو غيرك من المعممين والسستاني وغير ذلك طيب قل لي دلوقتي يا سائر اسمع كلامي سؤالي سؤالي بس عشان بس نضبط الحوار الشيخ رد عليك قال لك ليه بتحمله إذا كان أشداد دول فرضا قتلوا الحسين ليه بتحمله دول والله في قاعدة قرآنية قال لا تزر وزرة وزرة أخرى يعني أنت لو أخوك سرق يقطعه إيدك أنت ولا إيطاء إيه أخوك لا رد على سؤالي الشيخ قبل ما تخشزنا في تفجيرات في المراقض المزعومة بتاعتكم دي قول ليه بتحمله كل السنة اسمع كلامي إن مرددش على سؤالي هغلق حليق الخط إن تعرفني أنا أنا معك واضح وصريح رد على جواب الشيخ عزان عشان يعني سؤالي الشيخ عزان عشان نكمل معك الحوار لماذا تحملون السنة أنتم كشيعة في العالم ذنب مقتلة الحسين على فرض أن أشجادناهم قتلوه تفضل الذي عقر أنك صالح رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضب هذا قول الإمام علي عليه السلام كذلك الإمام الصادق عليه السلام عندما تسؤل عن هذا السؤال أجاب إن الإمام المجد سوف ينتقى من ذرار قتلك الإمام الحسين عليه السلام لكونهم قد رضوا بفعل آبائهم ما دام إنهم راضين بقتل الحسين فسوف يقوم الإمام المجد نسم عرد الشيخ والشيخ نسم عرد الشيخ والشيخ شكرا طالما نحن راضيين هل انت شققت على قلوبنا نعم مفت المالك السعودي يزيد ابنه يزيد أمير المؤمنين وإيكم ما يكون علي لكن أمير المؤمنين وله مواقع طيبة غزل الصائبة بعدي أبيه غزق السنطينية من هو الحسين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم صفر على الشمال لا قيمة له لا جهادة له لم يتولى حتى كتيبة ولا سرية لم يقول لي جده يعني مش احنا يعني مش بني هميه احنا بني هميه والله خده يزيد قال له جاهد يا حسين معايا وكان جندي عادي ما مسك سريحة ولا لم أجد إنجازا للإمام الحسين كل ما للحسين في تاريخ الإسلام والمسلمين إنه ابن فاطمة وجده النبي وابن علي والسلام عليك في أكثر من كده بس وليس صحابيا للحسين هو من أطفال الصحاب لم يدرك حتى الإسلام ولا معنى الإسلام ولم يتعلم شيئا من جده ولا بيأخذ عنه شيئا ولم يروي عنه أحى شيئا ولا غير ذلك إنما بعد ذلك نقل الرواية إن الحسين لما كبر نقل مثلا عن فلان عن فلان وبقاله كم حديث عندنا في السنة كده صحابا بس قادل الحسين تمام؟ إنما واحد مثلا إزاي السنة أبو هرايدا أفضل من الحسين ما بنتكلمش في أفضلية المقامات بنتكلم في أفضلية العلوب أفاد الأمة بخمس تلاف وشوية حديث إنما لا حسين ولا شيء خدوا الشيء أبا عشان هو لا قيمة له ولا قدر له وعملوا إنه إله ويصير يا زيدي يقتل الحسين يصير لأنه خرج عليه مثل ما علي قتل طلح وزبير يصير ويقادر على معاوية أيضا قتله مع أن معاوية وطلح وزبير كانوا يريدون قتل الفئة الباغية اللي كانت مع علي هؤلاء مجرمون اللي كانوا معه والصحابة رادوا قتلون الفئة الباغية بأمر الله تعالى فقاتلوا التي تبغي هو يصيح الحسين وثورة الإزيان شو مبادئ هاي الثورة ما هي المبادئ يقول لك جئتوني وصحح دين جدي هو هذا أول ما بدأ فاسد أول ما بدأ فاسد إزيان هو دين جدن ودين رب العالمين وهي هاي العصرية دين جدن شو دين جدن قرث يعني هو هاي العقليات هاي عمل الفكر